قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلغة جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلاء أي مصر من طلبة الجامعات والوزرات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة وكذلك تنظيم 12 تزيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولية للكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر